شكرا لك أخي كريم وأهلا أخونا سامر الرب يبارك حياتك ويعطيك نعمة وتعرف الحقيقة لا يوجد طريق غير المسيح يا أخ سامر وأنا كنت مسلم مثلك وبحثت في الفقه السني والشيعي معا يعني غرية الشريعة السنية مع الشيعية لا يوجد طريق خلاص غير المسيح لأن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا إذا تيد الإطمينان وتيد الخلاص الأبدي تأتي للمسيح الآن تسلم حياتك للمسيح والخطوات اللي فيما بعد تأتي عندك أسئلة كثيرة عندك مشاكل كثيرة أوراق لحد الآن إسلامية أنت عايش بدولة إسلامية كلها تخلص أنا وأنت كبشر عندنا هذه كيف وهذه كيف هذه مشكلة ولكن الكتاب مغدس يقول الغير مستطاع عند الناس عند الله مستطاع يعني باسم الرب يسوع المسيح كلها تخلص هذه فترة زمنية وكلها تخلص كل مشاكلك تخلص ولكن المهم الآن عليك تقدم حياتك تسلم حياتك للرب يسوع المسيح والخطوات اللي بعد رح نتواصل معك ورح نعطيك التعاليم وحسب الاستطاعة رح نقول لك ماذا تعمل في الأيام الغادمة فأنا أتمنى أنك تسلم حياتك للرب يسوع المسيح على الهواء لكي تكون شهادة حية والرب يعطيك النعمة والغوة والنصرة وتستمر بالمسيح أخ سامر وصلت لك رسالة الأخ كريم أيو وصلتني هل أنت الآن فضل 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 حبيبي الرب يسوع المسيح بعد ما تقرأ الكلمة رح تتعرف على أشياء كثيرة بعد ما أنه تدرس الكتاب المقدس وتأخذ الخطوات التعليم يسمونها التلمذة المسيحية تتلمذ على التعليم تعليم المسيح بعدها بعد ما تأخذ هذه التلمذة وتعرف شنو المعمودية وليش المعمودية وشنو أسباب المعمودية هم تدخل تعليم عن المعمودية وهي شهادة أنه المعمودية شهادة أنه أنت اعتمدت المسيح في حياتك وأنت دفنت مثل ما المسيح اندفن وقام أنت رح تندفن بالماء وتقوم شهادة أنه أنت مع المسيح تصلب نفسك ومع المسيح تقوم فهذا أمر بالتدريج رح تفهمه ورح تتعلمه ورح يكونون أخوة مباركين رح يتصلون بك ورح يعلموك أكثر وأكثر والرب يسوع المسيح قال تلمذوهم وعمذوهم تلمذوهم وعمذوهم تتلمذ وبعدين تتعمد تعرف شنو معنى المعمودية آمين آمين خليني أصلي معاك حبيبي وسلم حياتك للرب حتى اليوم يقول الكتاب المقدس اليوم إن سمعتم صوتي فلا تقسوا قلوبكم وكل هاي الأمور تزول بعد ما أنه سلم حياتك للرب ورح تشوف الاختبار المسيح رح يتعامل وياك بالروح القدس رح يسكن فيك آمين آمين إله الصالح إله الصالح أشكرك لأنك أنت أخليت نفسك لأنك أنت أخليت نفسك وأتيت إلى هذه الأرض ولتعطينا خلاص لارتقائك الصليب ارتقيت الصليب حتى تعطينا خلاص أشكرك يا إله الصالح أنا أتوب أتقدم إليك بتوبة حقيقية وأعلم يا رب إن دمك هو اللي يطهر ويغفر الخطايا وأعلم أن دمك هو الذي يطهر ويغفر الخطايا يطهر ويغفر الخطايا أشكرك يا إلهي يا يسوع أشكرك يا إلهي يا يسوع لأنك خلصتني لأنك خلصتني وغفرت خطيئتي وقدستني وأشهد وأشهد أنك الله المتجسد أنك الله المتجسد أشكرك أشكرك وبارك اسمك القدوس من الآن إلى أبد الدهور آمين 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 أخويا سامر الرب يباركك ورح الأخوة يتواصلون إياك الأخ كريم رح يتواصلوا إياك ورح تكون بركة لكثير مننا الأخوة الآخرين الرب يباركك أشكرك سامر الرب يباركك شكرا جزيلا على وقتك شكرا جزيلا على وقتك